بسم الله الرحمن الرحيم تصل فترة حياته من 3 إلى 4 سنوات وطوله حوالي 60 سنتيمتر مخشوشبة من الفصيلة النجمية يعني من المركبات الأنبوبية الزهر وأنواعه عديدة منتشرة في معظم بلدان العالم منها البرية والطبية والصناعية والتزينية فروعها نحيلة مخشوشبة أوراقها ريشية متعاقبة وتمتاز أوراق هذا النبات برائحاتها القوية المشابهة لرائحة الميرامية كما أن لهذه الأوراق مذاق مر ويتفرع منها العديد من السيقان المغطى بالشعر الوبري الناعم وتمتلك أيضا جذرا ليفي أزهارها دقيقة رويسية يغلب عليها اللون الأخضر الموشى بالأصفر تسمى قنابة أو قنابة وعددها يتراوح بين 14 ل 20 قنابة أشهر أنواعه الأفستين والقيسوم والشويلاء وغيرهم جميعها من النباتات الطبية التي تقطع البلغم وتخرج الديدان وتذهب الفواق والمغص ورائحته عطرية نفاذة وطعمه مر يزرع الشيح في المناطق البرية والحدائق ذات التربة الرملية ويستفاد من جميع أجزاء النبات بما فيها البذور والأوراق والجذور لصناعة الدواء ويستخرج منه زيت الشيح ذو الفوائد الطبية العلاجية وتنمو عشبة الشيح في مناطق كثيرة كشرق المغرب العربي وسلسلة جبال الأطلس ومناطق في آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية وهناك أنواع كثيرة من الشيح تزيد على 300 نوع أشهرها الشيح البلدي الذي ينتشر في سوريا وتركيا وإيران وشمال إفريقيا وجزيرة سيناء وكذلك في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية إلا أن موطنها الأصلي هو دول حوض البحر الأبيض المتوسط أما عن أشكال استهلاك عشبة الشيح فلنبات الشيح عدة أوجه للاستعمال بداية يتم فصل أوراقها عن سيقانها وتشفيفها وتخزينها في عبوات زجاجية داكنة اللون محكمة الإغلاق للحفاظ على المكونات الطبيعية والزيوت الطيارة في العشبة وعند الاستخدام تأخذ أقل من 30 جرام من الأوراق المجففة وتوضع في نصف لتر من الماء المغلي وتغطى بإحكام وتترك لمدة 10 دقائق تقريبا للحصول على منقوع عشبة الشيح دون خسارة أي من مكوناتها وخاصة الزيوت الطيارة لأنه لازم ما نغلي أوراق الشيح على النار حتى ما نخسر الزيوت الطيارة بس نغلي الماء ومنحطها على أوراق الشيح المجففة ويمكن شرب كوبين من منقوع الشيح يوميا ولمدة 6 أيام فقط استخدم الطب الصيني القديم والحديث طريقة الحرق لعلاج مواضع الألم أيضا يستعمل لعمل تبخيرة للنساء اللواتي يعانين من مشاكل في الحيض كالنزيف وقد استخدم الشيح منذ أقدم العصور في علاج المشاكل الصحية في معظم البلدان حيث وضعه جنود الرومان قديما في أحذيتهم كي يقللوا التعب الذي يحصل لهم بسبب السير الطويل كما كان يعتقل الناس في القدم أنه يحمي من الحيوانات البرية والأرواح الشريرة وكانوا يضعونه تحت الوسائد للحث على أحلام اليقظة وكانوا يزرعونه حول الحدائق والمنازل للحماية من العث كما استخدم أيضا ضمن قائمة التوابل العالمية وتعود أهمية نبات الشيح لاحتوائه على زيت أساسي ومادة السانتونين والسينيول ومادة الأرتميسينين وبعض المركبات الفلافونيندية وغيرها من العناصر والمعادن أما فوائد واستخدامات عشبة الشيح فهي عديدة لاحتوائها على عدد كبير من المواد والمركبات الفعالة ومن هذه الفوائد حيث تعد عشبة الشيح من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على منح جسم القوة والنشاط وتعالج أمراض الجهاز الهضمي حيث تستخدم أجزاء النبات دون الجذور لحل مشاكل المعدة بما فيها المغف والإسهال والإمساك وتشنجات الجهاز الهضمي وضعف الهضم ومشاكل ديدان البطن والقيء المستمر كما تستخدم لتحفيز إفراز عصارة المعدة والمادة الصفراء وعشبة الشيح تساعد على علاج آلام الظهر والعظام والمفاصل والتهاباتها الروماتيزمية وهي مدرة للدورة الشهرية الطمث المنحبس عند المرأة وتساعد على حل مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية أيضا تنشط عمل الكبد ووظائفه وتفيد في علاج الهستيريا والصرع والتشنجات لدى الأطفال وتستخدم جذور نبتة الشيح مع غيرها من المواد الطبيعية لعلاج المشاكل العقلية والنفسية كالاكتئاب والوهن العصبي ومرض الوسواس القهري باعتبارها مادة مهدئة كما تستخدم لحل مشاكل الوهن والتعب المستمر والأرق والطرابات النوم والقلق حيث أنها تعزز الطاقة والنشاط لدى الفرد وفي بعض التطبيقات العلاجية كان يتم حرق أوراق الشيح ووضعها على نقاط الوخز بالإبر كطريقة لإطلاق الطاقة وتفيد في تخفيف أعراض المشاكل الجلدية كالحق الناتج عن الحروق والندوب وعن طريق تطبيق محلولها على المنطقة المصابة مباشرة كما تعالج البثور والحبوب والطفح الجلدي في البشرة وعشبة الشيح فاتحة للشهية ومعززة لعمل الدورة الدموية وتستخدم في علاج الملاريا حيث أنها تحتوي على مصدر مركب الأرتميسينين الطبيعي والذي تبين أنه له خصائص مضادة للملاريا باعتباره علاجا طبيعيا ذا سمية منخفضة وفعالية عالية لعلاج الملاريا قد تفيد أيضا في علاج بعض حالات السرطان بسبب احتوائها على مركب مادة الأرتميسينين أيضا التي تحارب تكون خلايا السرطان في الجسم البشري وتستخدم أيضا في صنع عقار السنتونين الذي يطرد ديدان البطن وخاصة دودة الإسكارس وقد يستخدم منقوع الشيح كحقنة شرجية ويستخدم أيضا كعلاج عشبي للعديد من الحالات الصحية ولتحسين الشهية والعلاج لدغات البعوض وجروح الجلد وغيرها من الاستخدامات وتعطي الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية والعقلية حيث تساعد كثيرا من المرضى على النوم بعمق فالكثير من المرضى يعانون من اضطرابات النوم بسبب الضغط الكبير الذي يعيشون فيه ويضطرون لأخذ الأدوية التي تصيبهم بالاكتئاب ويمكن استعمال عشبة الشيح لهذا الغرض عن طريق جمع أوراقها وسيقانها وبذورها وتشفيفها وحشوها في وسادة صغيرة ووضعها تحت الوسادة الرئيسية مما يمنح الراحة النفسية ويساعد على استرخاء الجسم مما قد يؤدي إلى الشفاء من الأمراض ومن فواعد الشيح أيضا إمكانية المساهمة في علاج داء كرون وداء كرون أو مرض كرون هو عبارة عن التهاب حاد يصيب القناة الهضمية بجميع أجزائها حيث أظهرت الأبحاث الأولية أن تناول عشبة الشيح بشكل يومي مدة من 6 إلى 10 أسابيع قد يحسن من الأعراض التي يصاب بها المرضى المصابين بداء كرون كما أن هذه العشبة قد تحسن المزاج وجودة الحياة لديهم بالإضافة إلى أنها قد تقلل من الكميات التي يحتاجها الأشخاص من مركبات الستيرويد أيضا إمكانية المساهمة في علاج اعتلال الكلية بالجلوبولين المناعي حيث أشارت الدراسات الأولية إلى أن تناول نبات الشيح بشكل يومي مدة 6 أشهر قد يقلل من مستويات ضغط الدم في البول عند المرضى الذين يعانون من اعتلال الكلية بالجلوبولين المناعي أو مستويات البروتين وأيضا تفيد في إمكانية تخفيف التهاب المفاصل التنكسي حيث بيّنت الدراسات الأولية أن التطبيق الخارجي للمراهم المحتوية على نبات الشيح على الركبة يمكن أن يقلل من الآلام التي يشعر بها المصابين بالتهاب المفاصل التنكسي ولكن لم تظهر هذه المراهم تحسن تصلب المفاصل ووظائفها ومن الجدير بالذكر أن هذا النبات لم يظهر الفعالية نفسها لاستخدام المراهم المحتوية على مادة البروكسي كام أيضا تساهم في علاج داء الأمعاء حيث أشارت الدراسات الأولية إلى أن نبات الشيح يمكن أن يستخدم كعلاج فعال للعدوى الناتج عن الطفيليات ولذلك يمكن تناوله على شكل شاي مدة لا تتجاوز الأربعة أسابيع ويفضل استشارة الطبيب قبل البدء باستخدامه أيضا تعالج الملاريا حيث أوصلت منظمة الصحة العالمية باستخدام العلاجات العشبية المصنوعة من نبات الشيح الحولي المجفف والعلاج المركب المكون أساسا من مادتي الأرتمسينين الموجودة في الشيح لعلاج الملاريا ومع ذلك فإن المنظمة لا توصي باستخدام هذا النبات على شكل شاي أو أي شكل آخر لعلاج الملاريا والوقاية منها وذلك لأن جرعات مادة الأرتمسينين في شاي الشيح غير كافية لمكافحة الطفيليات وما زال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات ما إذا كانت الأشكال غير الدوائية لهذا النبات فعالة وآمنة لعلاج هذا المرض أيضا تخفف آلام المعدة حيث يعد شاي الشيح من العلاجات المنزلية المفيدة لعلاج آلام المعدة وذلك لأن هذا الشاي يمتاز بخصائصه المهدئة والمساعدة على الهضم والمدرة للبول ويمكن تحضير هذا النوع من الشاي من خلال إضافة كوب من الماء المغلي إلى ما يقارب 15 ورقة من الشيح وتقطية المزيج وتركه ينقع مدة ربع ساعة ثم تناوله من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ومن جهة أخرى فهناك نباتات أخرى تقلل هذه الآلام مثل الخس والهندباء البرية نصائح هامة يجب اتباعها عند تناول الشيح فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الشيح للإستفادة من فوائده وتجنب أضرارها فلا يجب شرب الشيح لفترات طويلة تتجاوز أربع أسابيع لتجنب الشعور بالغثيان والأرق إلا إذا كانت تحت إشراف طبي ولا يفضل تناول مشروب مغلي أوراق الشيح لمن يعاني من قرحة المعدة لأن الشيح يعمل على تهييج المعدة أيضا الشيح من المشروبات التي قد تتسبب في ضرر بالغ لدى السيدات الحوامل وقد تؤدي إلى الإجهاض لهذا يفضل عدم تناوله في فترة الحمل ولا يفضل أيضا تناوله في فترة الرضاعة بسبب تأثيره على طعم الحليب وصحة الرضيع حبيبنا بعد أن ذكرنا لكم أهم فوائد عشبة الشيح وبعض الأضرار التي تنتج من الإفراط في تناول الشيح نرجو أن يكون الموضوع أعجبكم وطبعا مثل ما ذكرنا لكم في أول فيديو رح نكمل موضوع عشبة الشيح ومنحكي عن كيفية استعمالها والاستفادة من جميع أجزائها وأيضا عن بعض أنواعها وأماكن زراعتها واستخداماتها ولأي شيء تصلح لأنه مثل ما ذكرنا في عشبة الشيح هناك أعشاب برية وأيضا هناك طبية وأعشاب صناعية وأيضا هناك الشيح التزيني ورح نحكي عن طرق وكيفية استخدام نبات الشيح لكل من القولون وللحامل ومرض السرطان ومرض السكري ووصفات للتنحيف وللبشرة وللشعر وبشكل خاص لتقوية فروة الرأس والقضاء على القشرة ورح نحكي بالتفصيل عن أضرار الشيح أيضا بالنسبة للمرأة الحامل والمرضعة وأيضا بالنسبة للحساسية وأيضا لاضطرابات الكلة وأشياء أخرى طبعا وطبعا ما تنسوا أيضا إذا كان فيه أي استفسار أو مقترحات أو ملاحظات حتى تكون الفائدة أكبر وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته